أهلا بكم كشف رئيس نادي الرمثة عبر برنامج إكستراتايم عن حجم مديونية نادي الرمثة التي وصلت لمليونين وستمائة ألف دينار مشيرا إلى أن حملة الدعم الجماهيرية متواصلة من أجل فك عقوبة الحرمان الصادرة من الفيفا بسبب عدم تسلم عدد من اللاعبين والمدربين مستحقاتهم المالية تقريبا ثلاثمائة واربئين ألف دولار هذه المستحقة على العقوبات الدولية التي صدر فيها الحكم من الفيفا تقريبا ثلاثمائة هذا لفك الحرمان لازم المبلغ كامل يندفع نعم كامل يندفع وبالنسبة للأقوبات المحلية تقريبا ثلاثمائة ألف دينار وعينا على الدنيا وعينا وحب الرمثة ساكن فينا فهبت كل جماهير الرمثة يعني مش على مستوى الرمثة على مستوى أنحاء العالم كامل حتى يعني فيه رماثنة من ثلاثين سنة ما دخلوا الرمثة شاركوا بالحملة ومنشكر جميع محافظات المملكة وبالذات جرش وعجلون والمفرق والزرقة وإربد اللي شاركوا بقوة في هذه الحملة يعني كل فئات أبناء الرمثة شاركت رجال نساء أطفال لاعبين قدامة لاعبين حاليا كلهم شاركوا ويساهموا بالحملة من الحب هذا أكيد يعني ما احنا قلنا لك الملحم التاريخي بالنسبة أنه حب الرمثة ساكن فينا والحملة مستمرة وفي سياق المتصل قررت إدارة الرمثة إعادة المدرب السابق للفريق مراد الحراني ليتسلم الإدارة الفنية من جديد بعد أن قدم استقالته وقال الحراني في حديث خاص لبرنامج أكستر تايم إن المهمة لن تكون سهلة مؤكدا سعيه إلى تسهيل الصعوبات أمام الفريق في الموسم الحالي إن شاء الله منقول إنها عبدي ميموني بإذن الله خصوصا أنه إحنا نتعامل بالوقت الحالي مع المجموعة بحالي نفسية خصوصا أنه للأسف الحفر الفترة الماضي كانت كبيرة جدا وفجوة واسعة ودورنا الآن الرمم وباعتقاد أنه لاعبين متميزين جدا موجودين بالفريق يحتاجوا فقط للثقة خصوصا أنهم لاعبين شباب إن شاء الله أن المرحلة القادمة ومرحلة جدا رايح تكون متميزة خصوصا أنه لاعبين معنوياتهم عالية نفسيا مرتاحين وأيضا محضرين ذهنيا حتى للمدى البعيد ولمستقبل إن شاء الله عندنا مجموعة من اللاعبين الموجودين الآن بالمنتخبات الوطنية نتمنى لهم التوفيق على مستوى المنتخب الأول ومنتخب الرديف ومنتخب الشباب إن شاء الله خلال فترة أسبوع إن شاء الله رايح يلتحقوا بالفريق تطلعاتنا وطموحنا كما تطلعات وطموح جمهورنا الكبير والعظيم الوصول إن شاء الله إلى منصات التتويج زي ما بتعرف بداية الموسم الحمد لله الله وفقنا بالوصول إلى نهاية الدرع بس للأسف ما توفقنا لكن أبطال متوجين خصوصا أنهم لاعبين شباب رغم الغيابات الكبيرة التي كانت في موسم بطولة الدوري وغياب خمس لاعبين مؤثرين جدا الله وفقنا في بطولة كأس الكوس الحمد لله وربنا وفقنا وحصلنا على البطولة تغلب منتخب المغرب على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم أمس في ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 وتقدم منتخب جنوب إفريقيا عن طريق اللاعب فوستر في دقيقة التاسعة فيما عدل المغرب النتيجة في الدقيقة الخمسين عبر يوسف الانصيري قبل أن يحرز أيوب الكعبي هدف الفوز في دقيقة الثامنة والثمانين وسيخوض المنتخب المغربي لقاءه المقبل أمام المنتخب اللايبيري في الثالث عشر من الشهر الحالي يدخل منتخب فرنسا اختبارا صعبا عندما يواجه مضيفه منتخب النمسا الليلة في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دور الأمم الأوروبية ويبحث منتخب فرنسا عن تصحيح أوضاعه إذ يعاني منتخب الديوك بشكل كبير منذ بداية هذه البطولة حيث تعادل في المباراة الماضية أمام كرواتيا بهدف لهدف بعد أن خسر من الدانمارك في الجولة الافتتاحية بهدفين لهدف لذا يطمع المنتخب الفرنسي في الانتصار من أجل وقف نزيف النقاط فيما يبحث المنتخب النمساوي عن تحقيق الفوز من أجل الاستمرار في الطريق الصحيح نحو المنافسة بقوة على التأهل للدور القادم أعلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تعيين البرتغالي لويس كامبوس في منصب المستشار الرياضي لنشاط كرة القدم وكشف الفريق الباريسي من خلال بيان نشره على موقعه الرسمي أن مهمة كامبوس ستشمل التنظيمة والتعاقدات ومتابعة أداء الفريق الأول من جهته قال كامبوس أنه سعيد جدا بالانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان الذي يعتبره النادي الأكثر طموحا وشغفا في عالم كرة القدم ونبقى مع أخبار نادي الباريسي حيث كشف تقرير صحفي أن المدير الفني السابق لريال مدريد زيندين زيدان اقترب بقوة من تولي مسؤولية الجهاز الفني لباريس سان جيرمان وكشفت صحيفة موندو دي بورتيفو الكتالونية أن زيدان سيتواجد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم للاجتماع مع ملاك النادي الباريسي ووضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مضيفة أن المفاوضات بين زيندين زيدان وبريس سان جيرمان بدأت منذ التشرين الثاني الماضي ولم تتوقف منذ هذا التاريخ ولفتت الصحيفة أيضا إلى أن زيدان سيتقاضى أعلى راتب لمدير فني في العالم نهاية النشرة الرياضية عودة لك محمد شكرا حلا